بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في قناة الطبخ العراقي الأصيل اليوم حبيت أسوي لكم فيديو جديد ومختلف نوعا ما عن كيفية الاحتفاظ ببقايا الطعام بعد كل وجبة الطعام وقبل غسيل المواعين أرتب بقايا الطعام بالحافظات المخصصة والأكياس المخصصة للتجميد تنظيم بقايا الطعام هي من أساسيات الطبخ الماهرة وأن دل على شيء دل على إنها ماهرة إذا عجبتكم مقاطعي وتنتظرون مني المزيد فأرجم لكم الضغط على اللايك والسبسكرايب والشير لأن النشر يساعد هوايا ناس مبتدئة ستوهم الزوجين أو طلاب قاعدين مساكن خاصة حتى يعرفون شون ينظمون أو يحتفظون ببقايا طعامهم تعالوا نشوف الموقف اللي أنا مريت بي وأكيد أنتوا أيضا تمرون بي وأحمد الله وأشكرا أنه هذا الموقف داما أمر بي لأن البيت اللي مايفوت لخطار مايفوت لرحمة وعليكم السلام أهلا أعيني يا والله مساوية برياني على دجاج ها زيال اللي عدهم زيال خبرتني وقلت لي حتى أكثر كمية الدجاج زيال أنا مساوية هوايا برياني إن شاء الله أهلا وسهلا لو أعيني تنورون هنا جبت ثلاث دجاجات قطعتهم على شكل أفخاذ وصدور كاملة وهنا قطعت الرقب والأجنحة حتى أستفاد منهم وأسوسوا بي البرياني وهنا أنا خليت مياع النار وانتظرته بس دقيقتين يعني مو يغلي بس يصير دافي وخليت علي قطع الدجاج وراح أضيف المطيبات اللي هي عبارة عن ورق غار وهيل وكم حبت كبابه وكم حبت قرنفل وعود دارسين أو قرفه نضج الدجاج وراح أقليه بس قبل ما يجون الضيوف بما أنه الضيوف بعد ما راح يجي فأني رح أهتفض بالرقب والأجنحة وما رح أسوي سوب إنه رح أخلي بس لبن أنه حتفض بالأجنحة ورقب الدجاج بأكياس صحية وغذائية مخصصة للتجميد ومكتوب عليها التعليمات كاملة بالباكيت أي نوع تحبوه تفضلوا جيبوا وخزنوا به أنا أفضل هذا النوع دائما البيشاري تكابس للأعلى حتى من نخلي به المواد ينغلق بشكل جيد ومن تسرب منه لا سوائل ولا مواد نحن أخليها هنا بديت أخلي بالأجنحة ورقب الدجاج وطبع رح أسوي هنا على طبخات هذي طبختي رح أسويهم مثل ما تعرفون أنتو الأجنحة ورقب الدجاج بكثير من الأكلات تصير بالسوب بالشربات حتى حمس هنا جبت قلبة ورح أخلي بها هاي طبعا خطوة إضافية ممكن تخزنوا رأسا بالأكياس أنا حتى تكون الثلاجة عندي أرتب يعني خليتهم بهاي الحافظة الشفافة جبت هنا أي ورقة عندي أو ستيكر كتبت عليها المعلومات وأنه ش موجود بالحافظة كتبته وأيضا كتبت التاريخ حتى يسهل علي من أطلع وأعرفه هنا ش موجود وبهذا الوقت كمل أكلنا وغدانا تفضلوا يا أنا على الغدة طبعا أنا قليت بس الأفخاذ لأن تقريبا أغلب العائلة يحبون الأفخاذ وطبعا صدور الدجاج بقت مسلوقة وبعدين رح أراويكم شون أحتفظ بيها هنا طبعا سويت سلطة ولبن وهذا طرشي وبصل خير من الله وطبعا أنا صحا أخلي يمها ملعقة مخصصة بي للتقديم ليش حتى يبقى كل الطعام نظيف مثلا السلطة أخلي يمها كماشة مثلا حتى البرياني أخلي يمها كماشة للدجاج وأيضا مغرفة هذه الطريقة كل شي ساعد أن الأكل يكون محتفظ بشكل ممسوس بالأيادي ليش حتى منترجع وتحتغظين به كأنه ما جيد هستويش طابخته طبعا حتى اللبن خليت لمغرفة خاصة وراح أتغدى وأرجع لكم جمعت هنا بقايا الغدى بعد من تيت من تنظيف الطاولة بقى عندي هنا برياني وعلي فخط ونص دجاج وأني راح أخليكم طريقة عمل أيضا بنهاية الشاشة بالفيديو أيضا أسفل صندوق الوصف حتى تتمكنوا المشاهدة الطريقة كاملة وهنانا عندي اللبن وعندي هنانا أيضا صلطة بقى قليلا إحنا من محبين الصلطة وأحضرت لهم حافظة طبعا وأكياس مخصصة للتخزين بالمجمدة هنا راح أخلي اللبن بهذه الحافظة الصغيرة لأن بالضبط يجي مقاس اللبن المتبقي على قياس الحافظة ترتب لي الثلاجة ومن أريد إلقاء سهولة لا خبصة ولا إناء كبير بداخل الثلاجة وطبعا هاي الكمية البسيطة من الصلطة أيضا راح أحتفظ بها بحافظة صغيرة لأني جسفة دي شوية أرجع أكلها أنا أي واحد بالبيت يرجع أكلها أكو صلطة صغيرة بحافظة موجودة بالثلاجة وهنا بديت بالشوكة أخلي اللحم عن العظم حتى أوزع على كل البرياني إذا تحبون تعرفون شون أنا أقل الدجاج فأيضا موجودة طريقة كاملة بداخل فيديو البرياني الموجود على قناتي هاي الطريقة تمدوها دائما إذا يبقى عندكم لحم أو دجاج زايد ما البرياني أو أي شي فتتوا على كل البرياني حتى مرتلخ من تسخنوا أو تحشون بيفت شي عدكم أنتوا البرياني كامل علي كل الدجاج وهنا راح أخذنا بشكلين شكل بالحافظة وشكل بالكيس اللي بالحافظة راح تكون الكمية الأكبر من البرياني ليش؟ لأنه أنا إذا أريد أسوي دجاجة محشية مشوية طبعا ما راح أخلي الحشو بكمية كبيرة بداخل الدجاجة فهذا راح الحشو أخلي وين؟ أخلي بالصينية اللي بعدين أقعد عليها الدجاجة المحشية المشوية أما بهذا الكيس فرح أخلي الحشوة اللي أحشي بها الدجاجة بالضبط خليت نفس المقدار والكمية اللي تحتاج لها الدجاجة ليش حتى من أنا مستعجلة وأريد أسوي غدل العائلة بس مجرد أتبل الدجاجة من الليل وأطلع وأحشيه طبعا هذا البصل أيضا رح أرجع الحافظة اللي كانت بالثلاجة حتى يبقى نظيف ومحافظ على شكله هاي الخطوة ضرورية عندي هنا نشيشة معقمة غسلتها بمي حار رح أرجع بيها بقايا الطرشي اللي أخرجتها أنا للغدا بالرغم إحنا أنه منمس الطرشي بإيدنا واني خلت لها كماشة بجنب على ميز الطعام بس مع ذلك لازم أرجع بقلبة الوحدة مستحيل أخلطة بالقلبة الكبيرة الموجودة عندي وهذه القاعدة تنطبق على كل أنواع الطرشي بحيث أنا ولا مر خرب عندي الطرشي لأن كله أحتفظ بيه بهذا الشكل ومن أقدم أيضا أقدم جنب كماشة وطبعا هذا اللبن أيضا تبقى تقريبا منه أكثر منه قلاس أيضا رح أخلي بهذه الحافظة الصغيرة أو الشيشة بصراحة كانت شيشة زيتون غسلتها وعقمتها بمي حار بصراحة أنا يستحرم أرمي أي شي حتى لو نص قلاس لبن بسم الله ما شاء الله بيهم البركة والله كل شي هذا رتبت حتى أرجع بانتظام بالثلاجة بدون أن أتعب أو أن أرهق طبعا هسا إجي وقت صدور الدجاج لناس لوقا شون أحتفظ بيهم هنا أنا رح أخلي صدر الدجاج بأكياس التجميد المخصصة لهذا الشي ما يصر أخليها بأي كيسين هاي صحة وصحاتنا أهم شي وهي هاي الأكياس رخيصة ومتوفرة بكل مكان وراح أفرغ الهواء من الكيس حتى ما ينفق عندي وأغلق بأحكام مثل هذا الشكل المواضح وطبعا كلكم تعرفون صدور الدجاج يصر بيها إشكال الأكل الصحي الطيب واللذيذ ويعتبر صدر الدجاج هو من الأكل المثالي للأكل الصحي وبعد أن انتهت من تغليف الدجاج رح أجمدهم وطبعا رح أسوي بيهم أكلات ثانية هنا جبت مصفي وخليت على كاسة لأن رح أصف في السوب تماما من أي نوع من التواب الآن يخال لتأريد يكون صافي جدا وإيضا رح أحتفظ بيه بالحافظات أو بأكياس التجميد ومثل ما ذكرت مسبقا أنه هذا الكيس يحتوي على شريط كابس من الأعلى يمنع التسرب بالتالي نستطيع أن نحفظ بيه سوائل وهنا رح أخلي باقي السوب بالحافظات حتى أراويكم أنه يصير تخلون السوب حافظة أو بكيس غذائي خاص للتجميد أهدي هذا الفيديو لكل من يبحث عن تنظيم بقايا الأكل بشكل منظم وتخزين صحي ممكن أن يفيدنا بغير أكل أو بغير طبخة وممكن أن يخدمنا في وقت أن نكون نحن تعبانين وما بينا حيلا نسوي غداء وعشل العائلة أتمنى قد فدتكم بطرح هذا الموضوع وأتمنى كان الشرح وافي وكافي وأتمنى كانت اللقطات تعدكم واصلة بالفكرة اللي حبيت أني أوصل لكم إياها أشكر كل متابعين الأعزاء اللي تابعوني على جميع البرامج ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر